اشتركوا في القناة الدرس للقوى هو الدرس في مادة الرياضيات للسنة الثالثة اعدادي عندنا اولا القوى هنا قوة الاف قوة عدد حقيقي هنتكلم عن التعريف اذا كان اكس عددا جدريا وان عددا صحيحا طبيعيا غير منعد فان اكس اين يساوي اكس في اكس اكس في اكس في اكس يعني اين من العوامل او اين مرة على حسب قيمة اين اذا كان اكس ثلاثة فانها تساوي اكس في اكس في اكس ثلاثة مرات نأخذ امتلة اثنان على ثلاثة الكل الكل الثратة عفوا اثنان على ثلاثة الكل الثibrase تساوي اثنان على تلاثة في اثنان على تلاثة في اثنان على ثلاثة ثلاثة مرات نفهم ناقص اربعة أس 5 تسوي ناقص أربعة في ناقص أربعة في ناقص أربعة في ناقص أربعة خمسة مرات و 12 على 5 لكل أس 2 تسوي 12 على 5 في 12 على 5 ملاحظة أين عدد صحيح طبيعي وأ عدد حقيقي غير معدم كما قلنا سابقا لما نلاحظ أن الشرط أن أ غير معدم نلاحظ أن أ يوجد في المقام الكتابة أ أس ناقص أن تساوي واحد على أ أس أن أينما رأيته ناقص ناقص في الأس تعني أنها تساوي واحد على وأس يصبح موجب أ أس ناقص أن تساوي واحد على أ أس أن أمثلة اثنان على ثلاثة لكل أس ناقص أربعة تساوي نطبق القاعدة الأولى تساوي واحد واحد على اثنان على ثلاثة الكل أس أربعة تساوي واحد مضروب في مقلوب الثاني نلاحظ أن أي كسر نتابع عندنا ثلاثة على اثنان الكل على أربعة على خمسة تساوي ثلاثة على اثنان نحول القسمة إلى ضرب ثلاثة على اثنان مضروبة في خمسة على أربعة مضروبة في مقلوب الكسر الثاني كما قلنا 2 على 3 الكل أس ناقص أربعة تساوي 1 على 2 على 3 الكل أس أربعة تساوي 1 مضروف مقلوب الثاني وهو 1 في 3 على 2 الكل أس أربعة والتي تساوي عندنا الآن مباشرة بدون نكتب هذه الطريقة ندخل ونقلب الكسر إذن 2 على 3 أس الكل أس ناقص أربعة تساوي 3 على 2 أس أربعة مقلوب جدر مربع 15 ناقص 2 جدر مربع 15 ناقص 2 تساوي 1 على جدر مربع 15 أس 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 جدر مربع خمسة عشر الكل أس اثنان تساوي واحد على جدر مربع خمسة عشر أس اثنان وقلنا أن المربع يزيل الجدر تساوي واحد على خمسة عشر نتابع باء إشارة عدد حقيقي تكون إشارة قوة قوة عدد حقيقي سالبة إذا كان الأساس سالبا والأس فرديا مثال تكون إشارة قوة عدد حقيقي سالبا إذا كان الأساس سالبا مثال ناقص ثلاثة والأس فرديا ناقص ثلاثة أس ثلاثة يعني الأس هو ثلاثة فردي ليس زوجي يعني ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة عدد موجب وموجب في السالب يعطي السالب يعني الناقص في الناقص موجب والموجب في الناقص الأخير هو سالب إذا كان الأس زوجيا فإن الخارج موجب مفهوم ناقص 2 أس 2 ناقص 2 أس 2 تساوي 4 لأن ناقص 2 في ناقص 2 ناقص في الناقص موجب و2 في 2 4 مفهوم ناقص 2 في ناقص 2 الأس زوجي فإن الخارج موجب ناقص في الناقص يعطي الموجب وإذا كان الأس فرديا ناقص 2 أس 3 أو أس 5 أو أس 7 أو أس 9 أو أس 11 أو 13 أو 15 أو 17 فإن الخارج سالب وإذا كان أس زوجي أس 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 فإن الخارج موجب إذن ناقص 2 أس 3 تساوي تساوي كم؟ ناقص 2 أس 3 تساوي ناقص 8 ناقص 2 في ناقص 2 في ناقص 2 ناقص 2 في ناقص 2 تساوي أربعة ناقص في ناقص موجب تساوي أربعة وأربعة في ناقص 2 تساوي ناقص 8 هل أمثلة كما قلنا سابقا إشارة هذه القوة ناقص ثلاثة في تمانية الأس هو تمانية يعني موجب فإن الخارج موجب إشارة هذه القوة ناقص خمسة فاصلة سبعة أس خمسة سالبة لأن الأس هو خمسة عدد فرضي فإن الخارج أو إشارته سالبة هنا خصائص ثانيا خصائص القوة B و A عدد حقيقيا غير منعدمين يعني موجودان في المقام أو أحدهما موجود في المقام N و M عددان صحيحان نسبيين عندما نقول N و M عدد صحيحان نسبيين يعني سوف يضعان في الأس عندنا هذه الخاصيات التي يجب حفظها بالنسبة لدرس القوة يجب حفظ هذه الخاصيات الخاصية A أس M في A أس N يعني لدينا نفس الأساس لدينا نفس الأساس وهو A ويختلفان في الأس أس هو M و أس هو N فإن خارجهما هو نفس الأساس ولكن الجمع بين الأسين A أس M في A أس N يساوي A أس M زائد N هنا عددين مختلفين في الأساس ولديهما نفس الأس A أس N في B أس N تساوي A في B وعندهما نفس الأس A في B أس N عددين مختلفين في الأساس ولكن هناك قسمة A أس N على B أس N تساوي A على B الكل أس N مثل توحيد مقام مثل توحيد مثل توحيد A أس N على أس N على B أس N تساوي A على B الكل أس N هذه الخاصية سوف يحفظ عليكم حفظها عندنا A أس N على A أس N نفس الأساس في القسمة نفس الأساس أو الخارج أو الكسر A أس N على A أس N تساوي A أس الأول يعني الأول الموجود في البص ناقص الثاني الموجود في المقام يعني الأس A أس N على A أس N تساوي A أس N ناقص M الحالة الأخيرة A أس N بين قوسين الكل أس N تساوي A أس N في M هذه الحالات التي عندنا واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة حالات يجب حفظها يجب حفظها الأمثلة ناقص اتناني ناقص اتناني على تلاتة لكل أس N مضروبة في ناقص اتناني على تلاتة أس لكل أس N لكل أس N عندنا نفس الأساس إذا نجمع بين الأسين تساوي ناقص اتناني على تلاتة أس N زائد تلاتة وخمسة ونحسب عندنا المثال التاني ناقص خمسة على تلاتة الأس أربعة هنا يختلفون في الأساس وعندهم نفس الأس ناقص خمسة على تلاتة أس أربعة في واحد على اتنان أس أربعة نجمعهم أو نضربهم بين قوسين ونعطيهم نفس الأس هنا الخارج عندهم نفس الأساس عندهم نفس الأساس ليس الخارج عفوا الخارج ليس عندهم نفس الأساس وعندهم نفس الأس اثنان على سبعة اثنان على سبعة والستة على ثلاثة على خمسة الأس والستة نضعهما بين قوسين ونعطيهم نفس الأس وهو ستة ونحسب عندنا عددين 22 أس 5 على 22 أس 12 عندهم نفس الأساس كما قلنا القاعدة الأول ناقص الثاني الأس 22 أس 5 على 12 أس على 22 أس 12 تساوي 22 أس 5 ناقص 12 ونحسب القاعدة الأخيرة 5 على 7 أس 5 لكل أس ناقص 3 نضرب الأسين تساوي 5 على 7 أس 5 في ناقص 3 ونحسب ثالثا قوة عدد 10 أين عدد صح طبيعي يعني يوجد في الأس 10 أس آن تساوي 1 صافر 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 يعني إذا كان 10 أس 3 فإن الأصفار هما 3 أصفار يعني 1000 كانت 10 أس 4 يعني 4 أصفار وراء 1 كانت 10 أس 5 يعني 5 الأصفار وراء 1 كانت 10 أس 6 يعني 6 أصفار وراء 1 هنا عندنا 10 أس ناقص 2 هذه 10 أس ناقص 2 ما الذي تساوي تساوي 0 فصل الصافر صافر صافر 1 ون من الأصفار مثال 10 أس ناقص 2 تساوي 0 فصل الصافر صافر 1 تساوي 0 هنا نكمل انتبهوا على ما أعتقد أن هناك خطأ في الكتابة الثانية في الكتابة الأولى 10 أس 2 تساوي 1 ون من الأصفار نعطي مثال 10 أس 3 تساوي 3 أصفار وراء 1 يعني 1 زائد 3 أصفار يعني 1000 أما 10 أس 1 10 أس ناقص 2 تساوي قالوا هنا تساوي 2 من الأصفار نعطي مثال دائما إذا أردتم أن تفهموا القاعدة عليكم إعطاء مثال بلعب العدد الطبيعية الصحيحة الطبيعية 10 أس ناقص 2 نعطي مثال نعطي مثال 10 أس ناقص 2 نمشي بالطريقة التي قالوا هما 2 من الأصفار 10 أس ناقص 2 نضيف 2 من الأصفار كم من الصفر عندنا؟ عندنا صفرين وزائد 1 يعني ستصبح 0.0.01 والصفر فاصل الصفر صفر واحد وهو 10 أس ناقص 3 مفهوم؟ 0.0.01 وهو 10 أس ناقص 3 على ما أعتقد أظن أنني مخطئ أو مصيب عليكم أن تتأكدوا في هذه الخاصية هل هي صحيحة أم خاطئة؟ إذا ذهبنا بما قالوا إن من الأصفار في الحالة الأولى التي يكون فيها الأس موجب فهي صحيحة أما في الحالة الثانية التي يكون فيها الأس سالب إذا قالوا إن من الأصفار إذا كان 10 أس ناقص 2 هما قالوا إن من الأصفار يعني ناقص 2 2 هو إن نضيفه أصفار فتصبح 0.0 0.01 و 0.03.01 هو 10 أس ناقص 3 يعني إبحثوا في هذا الأمر هل نتبع هذه الطريقة أم الطريقة التي سوف أقول لها هي إن ناقص 1 من الأصفار ليس إن من الأصفار ولكن إن ناقص 1 يعني نضيف 0 10 أس ناقص 2 نضيف 0 مع 1 10 أس ناقص 3 نضيف 0 مع 1 وراء الفاصلة 10 أس ناقص 4 نضيف 3 أصفار مع 1 بما فيها 1 وليس إن من الأصفار عليكم أن تبحثوا في هذه الخاصية وليس في هذه الخاصية نذهب إلى الأمثلة 10 أس 5 هنا في الأمثلة سوف نفهم ما أقول إذا كنت مصيبا أو خاطئا 10 أس 5 فنقول 5 من الأصفار يعني 5 أصفار 5 أصفار وراء 1 10 أس 5 تساوي 100 ألف يعني 1 2 3 4 5 أصفار يعني 100 ألف صحيحة و10 أس ناقص 5 10 أس ناقص 5 ماذا كتبوا هنا انظروا معي ماذا كتبوا كتبوا 4 أصفار 4 أصفار مفهوم ما عادة إن كانوا يقصدون بخمسة أصفار السفر الذي يكون قبل الفاصلة يعني 0 فاصلة هذا صحيح إذا كانوا يقصدون 0 فاصلة 0 فإنها 5 أصفار بما هالسفر الذي يوجدوا قبل الفاصلة فهذا صحيح أما إذا كانوا يقصدون الأصفار التي توجد بعد الفاصلة فهناك 4 أصفار فقط زائد 1 بما فيها 1 إذن 10 أس ناقص 5 أربعة أصفار وراء الفاصلة بما فيها 1 مفهوم هذا 10 أس ناقص 5 ما تتساوي هل تتساوي بالخاصية التي قرأنا في السابق تتساوي 1 على 10 أس 5 هناك خاصية قرأنا في السابق ها هي ها هي أ أس ناقص 2 تتساوي 1 على أ أس 2 مفهوم إذن 10 أس ناقص 5 تتساوي 1 على 10 أس 5 1 مقسوم على ألف أو 100 ألف 1 مقسوم على 100 ألف ويساوي صفر فصل الصفر 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 صفر واحد مفهوم إذن مفهوم نذهب إلى الكتابة الرابعة تعريف الكتابة أو التعريف أو الكتابة العلمية الكتابة العلمية للعدد 10 موجب هي كتابته على الشكل A في 10 أس N حيث N عدد صحيح نسمي لأنه موجود في الأس و A عدد عشري و A محصور ما بين واحد و عشرة أفواد الكتابة العلمية لعدد عشري نسبة سالة بكتابة على الشكل ناقص A في 10 أس N حيث A حيث N عدد صحيح النسبين موجود في الأس و A عدد عشري محصور ما بين واحد و A عشرة أمتلا نراحده أو انتبهه أمتلا مئتاني أو أو اتناني مليون وستمائة وخمسون ألف ما عدد تساوي هنا هنا مكتوب تساوي اتنان فاصلة خمسة وستون فعشرة أس ستة أنا قنا نبدو أمدو بالطريقة اللي قلنا اللي قلنا في الأول عشرة أس خمسة تساوي خمسة من الأصفار هنا نكتبه شحمن صفر عندنا مئتاني وخمسة وستون اتناني مليون وستمائة وخمسون ألف فيها أربعة أصفار هنا هنا لاحظوا فيها أربعة أصفار ومئة يعني مئتاني وخمسة وستون في عشرة أس أربعة ما فهم إما نكتب اتناني مليون وستمائة وخمسون ألف تساوي الحالة الأولى تساوي مئتاني وخمسة وستون في عشرة وأس أربعة يعني تساوي مئتاني وخمسة وستون في عشرة ألف أو تساوي 26.5 في 10 أس 5 نضع الفاصلة ما بين الستة والخمسة أو تساوي 2.65 في 10 أس 6 وهي التي مكتوبة هنا لماذا؟ إذا ضربنا عدد عشر في عدد أسفار نزيل الفاصلة نزيل الفاصلة على عدد الأسفار إذا كان مثل 2.34 في 10 فإنها تساوي 23.4 أزلنا الفاصلة برقم واحد إذا كان 2.34 في 100 فإن نزيل الفاصلة برقمين تساوي 234 هنا 2.65 في 10 أس 6 نزيل الرقم نزيل تصبح 10 أس 5 وتصبح 26.5 في 10 أس 5 نزيل تساوي 265 في 10 أس 4 هذه كتابة علمية هنا في الفاصلة نفسها في العدد موجة بالفوق أما في إذا كان الأس سالبا 2.6 في 10 أس ناقص 4 تساوي تساوي كما قالوا صحيح كما قالوا في تعرف إذن صحيح ما قالوا في تعرف إذن هذا ما قالوا في تعرف هنا صحيح إذن 10 أس ناقص 5 تساوي الصفر آن من الأصفار يعني بما فيهم الصفر الذي يوجد قبل الفاصلة حتى هنا حتى هنا 10 أس ناقص 4 يعني أربعة أصفار بما فيهم الصفر الذي يوجد قبل الفاصلة يعني الصفر فاصلة صفر 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 أهم أربعة أصفر في 26 صفر إذن صفر 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 26 مفهوم عليكم مراجعة هذا الدرس وفهموه جيدا وهو درس سنسال وبالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم وحبت الله تعالى وكاتو